أندية في عرض نقطة يقولك بتفاوت يعني هل فيه ده عملية انتحارية يعني إيه العشق المجنون ده لكن هل فيه تفويت في عالم الكرة آه فيه طبا أنت لسه بتتهم أندية أخرى فيه بس بيبقى على عينك تجري الناس شايفة وفاهمة لكن عليك أن تقيم الدليل أنت يعني أن قبل الماتش تقول ده حيفاوت هيفاوت إزاي إذا كان هو في عرض نقطة هو في دائرة الخطر يعني وعلى رأيك كل الناس المتهمة دي ناس سبق لها الفوض على الأهل المقولين عنده أزمة يعني وضعيته في المركز الـ 14 29 نقطة طيب هو هل الكلام على أنك أنت تلعب بدون عنف ده كفيل بأنه يتفهم منه ندى تفويت هل لما الكابتن حلمي طولان طلع أكتر من مرة في سنوات سابق بس كان بيتكلم بعد المباراة ده الفرق بينه وبين محمد عبد الجليل لا هو طبعا التاني اللي حاب ياخد بونطة عند الجمهور شوية يقول أن أنا يعني حريص على المصلحة العامة أوكي والمفروض كل الناس حريصة حرص الكابتن محمد عبد الجليل لكن اتخذت في موقع غلط خالص كابتن حلمي طولان أكتر من مرة بعد اللقاءاته مع الآلي يقولك أنا نبهت على اللعبة ما تلعبش داشنج تراعي ظروف فرقة الآلي لأنه عندها مباراة كبيرة هو أنا محتاج أو حتى اللعبة الدوليين لو رايحين مباراة مع المتخف هو مفروض اللعب النظيف إيه أستاذ فراهيم اللعب النظيف إنه ما لعبش بعنف ومتعمد بالضبط لإقاف الخطورة فأنا لما أكون مدرب بطالب لعبتي باللعب النظيف أبقى أنا بفوت ده الاستقرار في فرق بين اللعب القوي واللعب العنيف في فرق الإذاء بالإرهاب وقلنا دينا مثل براشوان في الميدالية الزهبية والفضية في لوس أنجلس لما رفضوا أن يستخدم إصابة المنافس بتاعه لصالحه فكانت النتيجة نخسر المباراة لكن حظى الحد أن يقوم بتكريم شعب اليابان وتكريم في كل ما تيجي ذكرى له إنما أخش خبطوا بكوا عشان أكسب كاس وعوروا وابقى فخور قوي إن أنا اللي سيحت دم اللي قدامي عشان أكسب طبعا دي مدرسة ودي مدرسة